سنتأمل اليوم هذا الضفضع العجيب إنه يتجمد بشكل كامل ويفقد حياته لمدة ثمانية أشهر وبمجرد ذوبان الجليد فإنه يعود للحياة تدريجياً سبحان الله اليوم سنتأمل قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة اليوم سنتأمل هذه الأعجوبة من عجائب الخلق هذا النوع من الضفضع الصغير بحجمه ولكنه كبير بإعجازه وعجائبه هذا الضفضع لا يستطيع الاستياد في الشتاء ولا يستطيع الحصول على الرزق خلال فصل الشتاء وهو ضعيف لدرجة أنه سيصبح فريسة سهلة للمفترسين ماذا يفعل؟ بكل بساطة يقوم بتجميد نفسه مع قدوم موسم الثلج ويتجمد تدريجياً ولكن هنا يوجد مفاجأة نحن نعلم أن الخلية الحية إذا تجمد فيها الماء فإنها تنفجر وتفقد حياتها هذا الضفضع لديه آلية غريبة جداً لتصنيع مانع التجمد يصنع مانع التجمد لمنع تجمد الماء في خلايا جسده لديه القدرة أيضاً على إيقاف قلبه تماماً وعلى توقف الحياة بشكل كامل تقريباً حتى يتحول لمخلوق ميت بكل معنى الكلمة لا حركة لا قلب ينبض الدم يتوقف كل شيء متجمد فيه سبحان الله طبعاً كلما انخفضت درجة الحرارة فيتحمل حتى نائص درجة 16 تحت الصفر خلال ذلك انظروا كيف يتراكم الجليد من حوله ويبدأ طبعاً بالتجمد ولكن لو أنه تجمد بشكل كامل لفقد حياته ولا يستطيع العودة للحياة مرة أخرى فيقوم بإنتاج كمية كبيرة من اليوريا والتي يخزنها في دمه هنا داخل الدم يتم تخزين هذه اليوريا وأثناء التجمد تحدث تحولات عجيبة جداً سواء في خلايا الدم أو في خلايا جسده بحيث أنه يمنع موت الخلايا الخلية تبقى في حالة حياة انظروا الدم يتجمد هنا الخلايا تتوقف عن الحركة ولكن بمجرد أن جاء فصل الربيع مثلاً وبدأ الثلج يذوب تحدث تحولات عكسية سبحان الله هذه التحولات العكسية تجعل من هذا الضفضع يعود للحياة من جديد الكبد ينتج كميات كبيرة من السكر الذي يختلط مع اليوريا ويقوم بتصنيع ما يسمى بمانع التجمد لمنع تجمد الماء داخل الخلايا لتبقى الخلية في حالة جيدة الآن هذا الضفضع بدأت درجة الحرارة ترتفع وأمضى بعدة أشهر وهو شبه ميت بمجرد أن بدأ الربيع يأتي وبدأت الحرارة ترتفع فإن هذا الثلج المحيط به يبدأ تدريجياً بالذوبان وسبحان الله شبه ميت ولكنه يقوم عمليات عكسية هناك عمليات عكسية تحدث في داخله طبعاً الرئتان متوقفتان تماماً القلب متوقف كل شيء متوقف سبحان الله بمجرد أن جاء الربيع وبدأ الثلج بالذوبان فيبدأ الماء بالتدفق داخل خلايا هذا الكائن وتعود حركة الحياة لهذا الكائن وسبحان الله خلال زمن قصير يبدأ هذا الكائن ينبض بالحياة سبحان الله هذه العملية هنا تذكرني بقول الله تبارك وتعالى وأنا سأعرض أو سأتذكر معكم الآية كاملة عندما قال تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير هنا يتحدث عن الخير يتحدث عن الملك يتحدث عن العطاء ثم قال في الآية التالية تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب دائما أيها الأحبة مثل هذه المواضيع هذه الحقائق التي نراها تزيدنا إيمانا ويقينا تزيدنا خشوعا تزيدنا ثقة بهذا الإله العظيم أنه لن ينسانا انظر هنا كيف بدأ القلب ينبض بدأت الحياة تعود لهذا الكائن الضعيف الذي لا يملك من أمره شيئا ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي زوده بكل البرامج اللازمة لإنجاح هذه العملية عملية التجمد الكامل يعني سؤال من الذي علمه صنع مادة مضادة للتجمد هذه اختراعات حديثة نحن نعرفها حديثا لمنع تجمد الماء في السيارة مثلا ماء التبريد اخترعت حديثا ولكن هذا الضفضع موجود قبل مئات الملايين من السنين وهو يقوم بهذا العمل يموت ثم يبعث يموت ثم يبعث ويقوم بكل العمليات اللازمة للحفاظ على طاقته للحفاظ على حياته للحفاظ على قوته أيضا لكي لا يهلك سبحان الله من الذي علمه ذلك لابد من وجود إله عظيم أنا أخاطب هنا كل من لديه شك بوجود الخالق عز وجل إن مثل هذه الحقائق هي آية من آيات الله يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم هذه آية في آفاق الطبيعة حتى يتبين لهم أنه الحق عندما نرى الله سبحانه وتعالى قال سنريهم فلابد أن نرى هذه الآيات انظروا كيف يذوب الثلج وكيف يتحرك هذا الضفضع وكيف تعود الحياة تدريجيا مليارات العمليات مليارات الخلايا في داخله الخلايا العصبية وخلايا الكبد وخلايا الرئتين وخلايا القلب كلها تعود للحياة بنظام والتناسق شديد الدقة يشهد على قدرة الخالق سبحانه وتعالى لذلك عندما نرى هذه الآية من آيات الله انظروا كيف عاد للحياة وكأن شيئا لم يكن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي لذلك هذه الآية الكريمة التي ربطت بين الرزق وبين قدرة الله على إحياء الموتى تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي تصور أخي الحبيب أن هذا الضفضع كما راقبه العلماء يعود للحياة خلال 30 دقيقة فقط هذا الضفضع المسمى ضفضع الخشب خلال نصف ساعة يعود للحياة بعد أن مات فعليا لمدة تصل إلى ثمانية أشهر فمن الذي جعل هذا القلب يتوقف بطريقة عجيبة ثم جعله ينبض بطريقة عجيبة من الذي جمد الدم هنا مع الحفاظ على الخلايا هذه الخلايا حافظ عليها من خلال إفراز مانع التجمد من الذي يعطي الأمر لأعضاء هذا الضفضع بالتوقف عن الحياة كيف يبقى جسده متماسكا لا يبلى ولا يفنى ولا يتفكك ثمانية أشهر محافظا على نفسه ثم فجأة يعود للحياة هذا مثال أيها الأحبة وتطبيق عملي لهذه الآية الكريمة لنصدق أن الله يؤتي الملكة من يشاء وينزع الملكة من يشاء وأنه يرزق من يشاء بغير حساب نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع ورزق ربك خير وأبقى وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق